معلومة اليوم كان وصله في قانون الكراء في حالة من لك يرفض صاحب العقار ياخد الوجيب أو السومة الكرائية إذن شنو خاصت دار فالحالة الجواب طبعا معكم دكتور سلام عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته معلومة اليوم تتعلق برفض المقري الكراء أو عدم مطالبته بالسومة الكرائية والوجيبة الكرائية خسنا عرفوا واحد القضية اللي هي مهمة اللي الناس ما كعرفوهاش والله يحسن لهم العون الناس كيكونوا ساكنين في دار الكراء وكيسمعوا الإفراء وتسمعوا الحكامة وتسمعوا الدعاوة وهد شي تتخلعوا تيقولوا هذي خرجني من الدار وانا ما عندي فين نمشي انا بحرار قيساد الكراء والدار قريبا لي لخدمة وكي ربيوا لكيبدأ على هذا الدار اليوم فحقا خسي واحد يفكر شي شوية باش يشري دارو يعني كما كانت الميزانية ديالو هذك شي اللي كان نخلصه في الكراء يحاول يجمع شوية دي الفلوس اللي قدروا عليه الله ويخلص اللي في من الأسباب والأصدقاء والأحباب ولكن عندو ما عندوش مشكلة باش يمشي البانكة ويشري وبدأ يخلص هذك التريطة بحالة يخلص الكراء ديالو عنا تنقول اللي غي يخلص عشرين عام وكي يخلص الكراء وكي ربي لكي بدأ على هذا الدار وتيبقى خافة بسيدي واحد نار تعيد اللي تقول لي را غادي يطردوني را نجاني لإفراء وغا نخرج للشارعنا ولادي يخلص يخمن في هذا النهار ويسكن علاقة جهدو ويدير دار ويدير رزقوه لكن بزاف ده بات الشجاعات باش إنساني خاصة اللي عندو عامل قارة تنتكلم عن اللي عندو واحد المدخول قارة كيتخلع هو ملي ما كيبغيش ياخد السيد ما كيجيش ياخد الكراء كيتخلع خلص الناس يعرفوا بأنك هنا واحد القاعدة قانونية هو أنه وعقله عليها مزيان وأنه الكراء يعني الفلوس ديال الكراء هي مطلوبة وليست محمولة هو أنك تكون قرص في دارك ويجي مول الكراء ويدق عليك قولك الله يجزيك بخير هذا ثلاث شهر أعطني الكراء رها ديال القاعدة القانونية وليوم يمكن نتفقه على تحويل البنقي من الحساب ديالي نصيفة الحساب ديال المكري ديال مول الدار نصيفة الحساب دياله بالبنكة وما يجي لي طلبني ولا تشي حاجة إذ القاعدة أن الكراء مطلوب وليس محمول وبانسبة للطلبة أو الناس اللي تقافتهم في فرنسية وليك يتكلموا بالفرنسية وما يعرفوش ممكن هالدي بالعربية تقول لهم يعني يجي تكون قرص في دارك ويجي يدق عليك قولك عطيني كراتي خلي كراتك عندك خلي فلوسك عندك خبعها ما كينش المدة ولا طالبوا بالإفراغ لعدم الأداء مزيان أنا ست شهور وأنا كنعلموا الكراء يجي يدق عليها ما ضقش عليها ديك ست شهور ما تناكلهاش ما كنكبرش عليها كرشي ما كنطمعش فيها وما تقولش الله غنهز منها ونرد لا فليسة دي الكراء نحطهم في واحد الحساب ما نقصهمش أو نخبعهم في تاك المريو ديالي ما نقصهمش وما الأحسن بعدهم علي قاع باش موقاش تعاسع نقول لها نجي بد منهم إذا جاتني شي احتاجي شي حاجة نقول لها نهز واحد شوية منها لا نخليهم في واحد الحساب ما نوصل لهمش قاع ست شهور سبعة شهور عام عامين تلت سنين خمستاش العام عشرين عام ما عندي تشي مشكل الحاجة الوحيدة اللي يخسر الدبال والإنسان الليها هو إياك من هدك المكرين اللي سيئ النية شنو ما عندي تسيئ النية يعني كي بدي دير لك هات السباب ما كيجيش ياخد منك الكراء ولكن رات يحفر لك باش يخرجك إن هدك تيخسر الدبال لك من الإنظار اللي غدي يجيك من عنده أو معند المحامي دياله واللي كيعطيك واحد الآجال دير خمستاش نيوم باش تدي الكراء اللي عليك فهدك الآجال تيخسر الكراء المول الكراء المول الدار تيجيك الرسالة تيجيك الإنظار مناش كنخافوا حيث بعض المحاميين كيقصارحوا على الموكلين ديالهم ولا هاد الناس اللي كامل كيبشي تشاوروا معهم تيقلوا ما لك أنت قتصدع راسك غاتمشي دير عرض عيني إلا ما أخداش منك الفلوس ستحطهم في الصندوق ورتاح حتيتهم في الصندوق رك غات تريح راسك ولكن إلا جهة السيد ما أخداش الكراء تلت شهر اللولة ومشيت حتيتها في الصندوق ركتها بمصاريف أولا عرض العيني شو العرض عيني؟ هو أني كان عايت المفوض قضائي تقولوا اللي خليك هكا واحد الشيك ديرت للشهر ديالك سير عندك السيد مول الدار تقولوا اللي خليك هالكرة ديالك كي يجي المفوض قدي تقولي لا رفض تيعطيني محضر ديال الرفض خسني نخلص له أتعاب دياله وكان مشين عند رئيس محكمه وكان طلب الرخصة باش نودع المباليغ ديال الكراء في الصندوق كيعطيني واحد كندير واحد طالب كيعطيني واحد توصيل وكان نخلص عليه وكان نخلص عليه وكان نخلص صندوق وكان اخد توصيل هادي ثلث شهور عاود ثلث شهور أخرى نفس العملية عاود نخلص أتعاب عاود ثلث شهور عاود نخلص أتعاب وهذا إجراءاتي يخصني مشين المحكمة وكان عادي المفوض القضائي هاد شي بزاف على هاداك السيد اللي قاس في داره كاري إذن شنو خصو يدير خصو يرد بالو أنا قاس في داره حيتي يجي سيد ياخد الكراء نقول له ها كراتك إلا ما جاش نرد بالي لذلك الانضار والاكل اللي تقول لكم رد بالكم منو وطح في مؤكريسي إيئنية هذه المؤكريسي إيئنية ما ممكن لو يدير لك؟ وأنتي يمكن في حل في لك إنضار وهذا الإندار يمكنلي ياخد اي واحد في الدار اللي كتكون فيها انتيا ماشي ضروري اللي ياخدو المكترين اللي عندك في الدار لكاش شي واحد ضيف عندك في الدار يمكنه ياخدو الحارس دين العمرة يمكنه ياخدو مرتك وانت مكاين جز يأخده، مك تأخده، اختك تأخده، وولدك إذا كان كبير عنده 18 سنة فهما فوق يأخده إذا عندك شي وحدك تعاونك في الدار وإذا شي وحدك تعاونك في الدار يأخده ومن ثم يمكن ما تسيقش الخبار بأنك جاكين دار وكيفوتك الآجل دير 15 اليوم وكتصدق أنت طيح في الفخ ديال الإفراغ لأنك ما تديتيش اللي عليك إذن هنا علش البعض المحاميين يقترحوا على هذا الناس باش ما يتحشف هذا الفخ هذا تقول له سيحة الفلوس ولكن كاتجية ثقيلة من كل تلتشهر 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 يدير مفوض قضائي ويدير عرض عيني ويكون الرفض ويدير المحضر ويدير الطالب وعادي يوضع المحكامة الصندوق وهذا شي كله فيه مصاريف إذن القاعدة هي هذه ولكن يجب تكون رد بالك إذن إذا درتي هذه العملية دير العرض العيني في تلتشهر اللولة ولا ستشهر اللولة مزيان وعاود نتظر شي شوية وحضي منك يوصل لوقت الكراء تحضي وفوقك كي الإنسان خصو يحضر يرد بالو حتى كتعدى تكت تقفل تلتشهر وانت ما قديتش الكراء عدت رد بالك أما ما حدك شهر ما خلصيش أو شهرين را ما تخافش من ذاك الموكري ما زال ما يمكنوش يدير المسطرة وما زال ما يمكنوش يصفت لأين دار حتى كتدير تلتشهور وان ما خلصيش الكراء عادي ما يمكنوش يصفت لأين دار ويعطيك أجد خمستاش اليوم إذن ما يبقوش تعيي وراثكم آرا ما جاش تطلب لي وانتا مخلوع غي يقلس ولكن حل عينك وحل ودنك ورد بالك هذوك الناس اللي عندك تخبرهم الله يخليكم إلا جاتش رسالة وخديتوها أعطيوها لي هذوك الحارس هو يرض بالو LP مليكنوا الناس معها زيت في الضار وخايف حيث كينبهزاف ديال الناس لسكن لي معاك في الضار ولكن يمكن يبسوء النية أو بحوث النية يدرك بحوثني يعني نسات ما أعطاكش رسالة وحد داه فى الضار خداس واحد السيدة فى الضار او لا شي واحد انك فى الضار careد رسالة وانسى مععتها لكش أو شي واحد بسوء النية قصد يدرك معاك فى الضار وقصد يدرك بإيخ total خبرش منك الضار ومعطاه لكش خبعه عليك إن هذا هو اللي سيخسر دباله ولكن القاعدة هو أنه الكراء مطلوب وليس محمول شكرا إذا نكر الكراء مطلوب وليس محمول خليوا عندكم حتياجة مرضي طالبي إذا معلومات اليوم تعودوا وترجعوا وتسمعوها إن شاء الله عبر صفحة رسمية الراديو أسودنا الناس خصوهم يردبالهم ماشي تقولوا لي خلي الكراء عندك وهو أخرجني أخرجني بخلي عندي الكراء وفتني مشقدر لي دعوة رأي لي مشقدر لك دعوة بدون إنذار وبدون لك الأجل اللي تكلمنا عليهم رأي ما عادش تقبل له الدعوة رأي يكون عدم القابول للدعوة أو إذا خلناك عفل الموضوع يكون رفض طلب ديلك السيد اللي هو مكري غي رد بالك وأعقل على شي اللي تنقل مزين